سلام المسيح وتحية طيبة والربي بارك يومكم وحياتكم هاليوم أريد أتأمل وياكم من آية موجودة بإنجيل متة صحاح الخامس والعدد الثالث مكتوب الرب يسوع بيقول في الموعظة على الجبل طوبة للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات كلمة طوبة مذكورة في هذا الصحاح تسع مرات وباليونانية مكاريوس وتعني سعيدا مباركا محظوظا بالعراق تعني هنيالة وانذكرت بالأهد الجديد خمسين مرة من هم سعداء من منظور المسيح المساكين الحزانة الجياء والعطاش والمضطهدون والمطرودون تبدي الموعظة على الجبل بطوبة للمساكين بالروح شنو معنى مسكين بالروح المسكين بالروح هو مل شخص الفقير من ناحية المادية ولا فقير من ناحية العلمية أو المعرفية لكنه هو الشخص اللي يشعر في نفسه أنه هو مسكين وفقير وما عنده أي امتيازات ولا استحقاقات ولا صلاحيات على هذا الأساس بيرمي نفسه كليا على الله معترفا أنه هو ما عنده شي يقدمه للرب بدأ الرب يفسع بهذه التطويبة وكأنه يريد يقول منان نبدأ علاقتنا مع الله بالاعتراف أنه أنت يا رب عندك كل شي وكل ما عندي هو منك وإلك كل الشخصيات الكتابية اللي الله استخدمهم موجودين في الكتاب المقدسة وغيرهم بدأوا بعلان عن فقرهم الروحي بنشوف موسى بيتحاجج مع الله بأنه أنا مو شخص المناسب أنه أطلع شعب من مصر بنشوف جدعون أيضا في علاقته مع الله بيبدي وبيقول أنا ما مستحق بنشوف يوحن المعمدان اللي قال أنه لست مستحق أن أحل سير حذاء المسيح وإلى آخره كل الشخصيات بدأوا بعلان عن فقرهم الروحي كثير من الناس يرفضون خلاص الرب بسبب اعتقادهم أنه هم أغنياء بالروح الكبرياء وما يتواضعون أمام الله لكن بالعكس ممكن يعطون النصائح للرب أنت أي واحد بهم أو أي واحد تريد تكون على المدى تمتلأ من الله مهم أنك أنت تفرغ نفسك من ذاتك ومن أنعنيتك وتكون مسكين بالروح يمكن هذا الموضوع يكون صعب هاليوم إلك لكن خلينا نصلي الصلاة البسيطة ونعترف أمام الله رب أنه إحنا ما عدنا شي نعطيه أو نسويه لكن غير الفقر اللي عدنا وربي باركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر